Phases of Chronic Myeloid Leukemia أطوار المرض Phases of CML يحدد الطبيب المرحلة التي وصل لها المريض عن طريق قياس نسبة الخلايا المريضة إلى الخلايا الصحية في نخاع العظم أو في الدم وقد تعني النسبة الأعلى من الخلايا المريضة إلى الخلايا الصحية أن مرض سرطان الدم النقوي المزمن في مراحله المتقدمة تنقسم مراحل سرطان الدم المزمن إلى ثلاثة أطوار الطور المزمن الطور المتسارع الطور الأرومي الطور المزمن Chronic Fase معظم المرضى يتم تشخيصهم في هذه المرحلة وعادة تكون فيها الاستجابة للعلاج بصورة عامة من أفضل المراحل وأسرعها يمكن أن تستمر هذه المرحلة لعدة سنوات وتختفي الأعراض بمجرد بدء العلاج الطور المتسارع Accelerated Fase وفي هذه المرحلة يصبح المرض أكثر شدة كما تعتبر مرحلة انتقالية يدخل المريض هذه المرحلة إذا زادت نسبة خلايا الأرومة النقوية من 10 إلى 19% في الدم أو نخاع العظام أو إذا كان هناك أكثر من 20% من الخلايا التي تتلون بالملونات القاعدية في الدم أو إذا ظهرت تغيرات جينية جديدة بالإضافة إلى كروموسوم فيلاديلفيا الذي يميز سرطان الدم النقوي المزمن أو إذا قلت الصفائح الدموية أو زادت بشكل كبير التي تلعب دورا حيويا في إيقاف النزف الطور الأرومي Plastic Face هي مرحلة شديدة العنف والأخيرة وهذه المرحلة تكون مهددة لحياة المريض وتكون نسبة الخلايا الأرومية أكثر بكثير من 20% في الدم أو نخاع العظم يظهر في هذه المرحلة الكثير من أعراض المرض مثل نقص الوزن الحمى وفقر الدم الأنيميا كذلك تنتشر الخلايا السرطانية في هذه المرحلة إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الطحال الدماغ الكبد وهذا قد يكون مهددا لحياة المريض